موسيقى أعلنت الولايات المتحدة أنها ستزود كييف بذخائر مدفعية وأنظمة صاروخية متنوعة في إطار حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 550 مليون دولار وقال منصق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كاربي قال إنه سيتم إمداد أوكرانيا بذخائر إضافية لراغمات الصواريخ المتطورة هيمارس بالإضافة إلى قذائف لأنظمة المدفعية التي تم نقلها بالفعل إلى أوكرانيا قال متحدث عسكري أوكراني قال إن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب خمسة آخرون في إقليم خيرسون بجنوب البلاد في حين تنفي روسيا استهداف مدنيين وأوضح المتحدث أن مصرع هؤلاء الأشخاص جاء عندما أطلقت القوات الروسية قذائف هاون أصابت حافلة كانت تحمل نازحين في إقليم خيرسون بجنوب البلاد وأعلن المتحدث العسكري الأوكراني أن الحافلة تعرضت لقصف بقذائف الهاون بالقرب من قرية هناك أعلنت روسيا شن ضربات مميثة على القوات الأوكرانية في منطقتين ميكيولايف بجنوب البلاد وفي شرقها في خاركييف وأشارت وزارة الدفاع إلى أنها دمرت سبعة مستودعات دخيرة في شرق البلاد وفي جنوبها بما يشمل منطقة زاباريجيا في المقابل قالت أوكرانيا إن لديها أدلة على أن موسكو تعيد نشر قواتها للدفاع عن الأراضي التي استولد عليها وذلك في وقت كثفت فيه كييف من تحركاتها لاسترداد المناطق التي تسيطر عليها روسيا في الجنوب أعلنت روسيا أنها قدمت إلى الأمم المتحدة معلومات حول استخدام الجيش الأوكراني لألغام لبستوك المحظورة دوليا وأوضح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة أن موسكو بعثت برسلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش ورئيس مجلس الأمن الدولي بمعلومات إضافية حول قيام أوكرانيا بتفخيخ منشآت مدنية في دونباس بألغام لتسمى ليبستوك مضيفا أنه تم تقديم أدلة تثبت ذلك وتقول روسيا أن أوكرانيا صادقت على عام 2005 على اتفاقية أوتاوة التي تحضر استخدام وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد وبالتالي تنتهك سلطات كييف التزامتها الدولية أكدت وزارة الزراع الأوكرانية وجود 17 سفينة محملة بالحبوب جاهزة من الناحية الفنية لمغادرة الموانئ الأوكرانية وأوضحت الوزارة أن السفنة بموانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود وعلى متنها ما يقرب من 600 ألف طن من البضائع من بينها 16 سفينة تحمل حبوبا أوكرانية بحمولة إجمالية تبلغ نحو 580 ألف طن وتوقفت شحنات أوكرانيا عبر البحر منذ فبراير الماضي بالتزامن مع انطلاق العملية العسكرية الروسية ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب وزيوت الطعام والوقود والأسمدة في حين نفت موسكو عن مسؤوليتها عن تلك الأزمة ترجمة نانسي قنقر